أهلاً بحضراتكم. الدورة الخمسة وخمسين لمعرض الكتاب الدولي للكتاب السنة دي تحديداً معرض الطفل حيكون شخصيته المختارة رائد أدب الطفل الكاتب الكبير الأستاذ يعقوب الشروني صاحب المنهج الأدبي اللي صنع وكتب علشان يعرف أطفالنا التاريخ ويعرفهم حوادتنا ويعرفناهم تراتنا المصري بطريقة بسيطة ومبساطة يقدروا يفهموها وكمان يحبوها. صحيح كاتب يعقوب الشروني الراحل اسم كبير جداً ورائد من رواد الكتابة للطفل اللي هي بالمناسبة أصعب كتير من الكتابة للكبار يعني ترك لنا أعمال وتراث كبير جداً قصص وروايات وحكايات للطفل حتى الآن إحنا بنتعلم وبنقراها سر الاختفاء العجيب رجل السرك ألف حكاية وحكاية فعشر مجلدات بيحكي قصص جميلة جداً مبسطة للأطفال رواقع المتحف الإسلامي وعناوين كتيرة جداً مهمة جداً في المكتبة العربية للطفل. هو شخصية معرض الكتاب في دورته الخامسة والخمسين هذا العام معرض الكتاب للطفل اللي بيبقى مصاحب لمعرض الكتاب. اختيار في محله تقدير واحتفاء بمنجز أدبي كبير جداً للكاتب الراحل الأستاذ يعقوب الشاروني. معنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر حظنا جميل. معنا الدكتورة هالة الشاروني نجلة الكاتب الراحل الكبير. بنحتفي معاها باختيار الأستاذ يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولية للكتاب. نصبح على حضرتك وبنبارك وبنستحضر روح وحياة وسيرة الكاتب الكبير يعقوب الشاروني. حبدأ مع حضرتك بإصدار مهم جداً حيصدر. هو كتاب في محبة يعقوب الشاروني أكتر من خمسين كاتب في مصر والعالم العربي والعالم بيكتبوا عن سيرة يعقوب الشاروني حيصدر مع انطلاق الدورة إن شاء الله هذا العام. هو الحقيقة إحنا يعني أنا بشكر ربنا أن بابا عاش معانا التقدير ده وشاف كل اللي كتبوه الكتاب المختلفين. الستين كاتب كتبوا عنه أراهم يعني أرا كل الرسائل اللي وصلت ورجعها مع صديق عمرو الأستاذ أحمد عبد النعيم. هو فنان وفنان رسام يعني وكاتب كمان. الحقيقة هو عرف التقدير ده ورجع كل الكتب واختار الكتب وكان بيقول كان شاكر إنه الدولة ديته هذا التقدير. وكان عنده حالة من حالات الرضا أنا حتى كنت بقوله يا بابا هي متأخرتش قال لي ما فيش حاجة بتتأخر عن معادها. كل حاجة بتيجي في وقتها. فكان راضي جدا وسعيد يعني هو رحل عننا بعد ما عارف واختار وقرى. فده حاجة كويسة جدا يعني. طيب أنا عارفة أن حضرتك كمان كاتبة في مجال أدب الطفل فعايز أعرف بقى تأثرتي إزاي بالوالد رحمة الله عليه وهو نقده وقرأته ليه اللي كنت بتكتبيه كان بيشوفها إزاي. هو بابا يمكن كان دايما بيعلمني إنه استخدمي اللغة السهلة للطفل. فكننا عملنا أنا وهو وأخويا. هو أخويا ده طبيب أسنان ومش عايش في مصر. لكن بيكتب. إحنا التلاتة عملنا درسنا المعجم وطلعنا كل الكلام اللي إحنا بنتكلمه على إنه هو عمي وهو لغة عربية فصحة. فبقينا نكتب من خلال الكلمات دي. فهي درجة. درستك أسنان إيه دكتور. زي مثلا كلمة شباك. إحنا بنقول إنها مش لغة عربية فصحة. هي لغة عربية فصحة. جرى يجري. كل دي اللغة عربية فصحة. إحنا بنقولها في العمية. ومتخيلين إنها مش لغة عربية. فإحنا ما بقيناش نستخدم يعدو. لأ بقينا نستخدم يجري. ليه؟ لإنها متدولة. وأسهل. وأسهل. مش هيبقى بقى الطفل بيعمل حكتين. إنه بيقرأ ويحاول يفهم معاني الكلمات. لأ إحنا بنتفادى إن إحنا نخلي الطفل يدور على معاني الكلمات. الطفل لو أعمل ده بيسيب الكتاب. طبعا جينات الإبداع أكيد موجودة في البيت. بيت يعقوب الشروني أكيد يبقى فيه مبدعين داخل هذا البيت. عايزين نتكلم بقى على الجانب الإنساني. الجانب الذي لا يعرفه الكثيرون عن يعقوب الشروني. بالمناسبة إلى جانب المناصب الكثيرة التي تقلدها كمدير للمركز القوم لثقافة الطفل. مستشار لوزيرة الثقافة للطفل. كمان مشرف على صفحة الأهرام للطفل أكثر من ربع قرن. يعني كلمة يعقوب الشروني. تلاتين سنة تقريبا. تلاتين سنة. تلاتين سنة من واحدة تمانين لألفين وتمانية. اسم يعقوب الشروني على صفحة الأطفال في جارة الأهرام. إلى جانب كل هذا العمل الأدبي كان لي حضور إبداع إنساني كمان. الناس ما عارفوش أنه كان قاضي. آه بابا كان قاضي كان مستشار وكان يعني وصل لدرجة رئيس محكمة. فده فاد وحتى فيه كتاباته يعني فيه قصص قلت له ما يكتبهاش غير محامي أو قاضي. ما ينفعش يكتبها عشان يعالج الدرر لازم يبقى عارف يبقى قاضي. يعني عارف القضايا والدنيا بتحصل إزاي يعني. لأنه قلت له أنا مثلا مش هقدر أكتبها لأنه أنا مليش في القضاء. لكن هو يقدر يكتبها يعني كتب كذا قصة متعلقة قوي قوي بالقضاء يعني. طيب الإبنة دايما بتكون هي الأقرب للوالد بحكم أن أنت يعني عشتي معاه سنين وعرفتي عنه حاجات كتير جدا. الحوارات اللي بيتكم كانت بتبقى قائمة على إيه؟ كلها بنتكلم عن حاجات لها علاقة بأدب الطفل والكتابات ونقدر لشغله وقريتي إيه وقرأ إيه. ولا أمورنا الحياتية العادية؟ أنا جوزت وعشت مع بابا طول الوقت ما سبتش بيت بابا خالص. يعني عشت فترة مامي عيت وتوفت وبعدين بابا عيش بعد ماما عشرين سنة. فأنا اللي كنت واخدة بالي منه. فإحنا كنا بنعمل زي قصة إحنا كنا أربعة كبار وفي طفلين. فكل واحد هيكلم حيقول حاجة كنا كل يوم كل يوم نلتقي إحنا الأربعة أنا وجوزي وبابي ومامي نقول النهاردة حصل إيه مع الولاد؟ وهنعالج المسائل دي إزاي كلنا شخص واحد كلنا بنتحرك كشخص واحد. مش كل واحد بيتحرك بطريقة فكان لازم من الولاد عشان ما يتشتتوش نخلي التربية إحنا الأربعة واحد. بنقول حاجة واحدة دي كانت لقاءنا اليومي عشان الولاد يطلعوا أسوياء. دي حاجة لكن إحنا كنا بنتكلم في كل المواضيع العامة. يعني أبسط ما فيها كان بابا بيقعد مع الولاد كل يوم يقل لهم خدتوا إيه في المدرسة والنهاردة إيه وحصل إيه وإيه الحاجات اللي عجبتك وإيه الحاجات اللي ما عجبتكوش. في حاجات ما كانوش بيحكوها لنا بس كانوا مع بابا بيبقوا حاجة تانية يعني بيعيشوا في عالم آخر. كان بابا يقعد يكتب ويملي سكرتيرا بتاعته وهم قاعدين تحت رجله. فمثلا كلمة بتفوت على السكرتيرا تقول له إيه حادرتك قلت إيه أستاذ يقوب اللي تحت ده هو اللي بيرد. يعني هم عايشين مع القصة بيلعبوا بس ودنهم مع اللي بيكتب فوق اللي بيتقال. فأنا يعني الولاد وأنا عيشنا مش مش شرط نكون بنتكلم في الأدب. طبعا. لكن بنتكلم في كل الحياة وأحيانا يعني بابا بيقول لي معلومة خلي بالك إحزاري يعني والتانيين بقى دول بيقولوا معايا يعني. فإحنا ما اعتقدش أنه. بيلقوتوا زي ما بنقول باللغة الدرجة. على طول على طول. وهما نفسهم بيقولوا لي صوت جده في بالنا. وهو بيقول لك الحاجة الفلانية إحنا بنتعلمها بس مش مش شرط في دقيقتها. طبعا. لكن إحنا عارفينها. الطفل بيخزن. طبعا. ما بينساش يعني. وبعدين إحنا المشدات ما بتبقاش كتيرة. يعني لما مثلا بنتكلم صوتنا بيعلى للحماس مش أكتر. فكانوا الولاد يقفوا يقولوا أنتوا بتتناقشوا ولا بتتخنقوا. فدايما نقول إحنا بنتناقش. المناقشة ملهاش دعوة بالخناء. يعني كأنه بيحضت كده قيم ثقافة الحوار داخل البيت. وده من قيم المبدعين الكبار دايما. في عيد ميلاده الخامس والتمانين حضرتك أصدرت كتاب مهم جدا. اسمه سحر الحكاية. سحر الحكاية ده جمع كل المقالات أو الكتابات النقدية لتناولة منجزه. هيا مش كلها طبعا. أو أغلبها. شوية. يعني أنا عادت سنة ونص بشتغل في الكتاب ده. فسر الحكاية. أنا هسأل حراتك سؤال كده مباشر. إيه سر حكاية يعقوب الشارون؟ إيه سر الحكاية اللي خلت الأطفال يرتبطوا بإسلوبه وبلغته وبالعوالم المختلفة اللي تطرق إليها يعقوب الشارون؟ سر حكايته إيه؟ سر حكايته أنا عشته. يعني بابا كان كل يوم بيحكي لنا حكاية قبل النوم. أكتر عقاب كان قاسي على قلوبنا أنا وأخويا إن عملنا حاجة غلط. والنهارده بابا مش هيحكي حكاية. دي كانت يعني قطعنا الكبرى. فكنا بنتحايل إن إحنا نعتذر أو نخليه يعني يبقى مش زعلان. هم بيبقاش زعلان. بس هو يعني عملنا موقف لازم ليه رد فاعل. ما كانش بيه بابا عمره ما ضرب ولا قال كلمة مش كويسة. قابل أنا مش هحكي النهارده الحدوتة بتاعة تقبل النوم دي. من النهارده مش هحكي حكاية تقبل النوم. يعني دي كانت يعني حاجة إحنا بنستناها لإنه ما تقوليش نوم. يعني كنا بنقوم ونسقف ونتنطط ونعمل حاجات. وبعد كده نهدى وننام راضيين. فإحنا بنستناها. فطبعا إن بابا يقول إن مش هنحكي حكاية النهارده دي يعني. ونفضل نقول أنت للسبب وانت السبب. لكن كتير كان بيتنازل ويقول لنا خلاص بدا ما اعتذرت وهحكي لكم حكاية قبل النوم. لإنه هو كان عارف دي تأثيرها علينا بيخلينا ننام في سعادة. وإن الطفل ينام سعيد ده شيء كان بابا بيهتم بيه جدا يعني. أوي إنه خلينا سعاداء. هل كان عنده نفس العادة مع الأحفاد؟ أنا نقلتها بقى للأحفاد. أنا كنت بحكي حكاية قبل النوم. أنا كنت حكاية يعني بابي كان حكاية رائع. وأنا كنت حكاية من وانا عندي خمس سنين. يعني أنا لما كنت توه من بابا وماما على البحر. بابا هادي جدا يقوم يشوف فين قومت أحفال. ويلاقيني قاعدة في النص قدامي الشباب كبار يعني. وبحكي حكاية وقعدين منهمكين جدا وبابا يسيبني أكمل الحكاية. وبعدين ياخدني يرجعني الشمسية يعني. فإحنا توارسنا الفن الحكي. وأنا دلوقتي يعني بدي محاضرات فيه فن الحكي بالوسائل المختلفة. إزاي تحكي قصة وتكون جذاب بالطرق المختلفة يعني. فكان بابايا مختلف. لأ يعني مش مش أي حد يعمل ده يعني. والحمد لله بننقل ده للأحفاد بقى أحفادي يعني. أجمل الحكايات الشعبية دي من أبرز إبداعات الراحل يعقوب الشروني. توظيف القصة التراثية والتاريخ وكتابتها والقصة الشعبية وتبسطها للأطفال. أجمل الكتابات الشعبية أكاز بيها معرض بولونيا للكتاب. ولمن لا يعرف معرض بولونيا للكتاب. يعني من أهم المعارض الخاصة للطفال. يعني فيها جانب للطفل. وخد جايزة أحسن كاتب للطفل على مستوى العالم. عايزين نتكلم على التجربة دي وتبسيط الحكايات الشعبية. بأن إحنا محتاجين دايما أطفالنا نربطهم شوية كده ويبقى فيه ارتباط مع تراثهم ومع حكاياتهم الشعبية. بالضبط. إزاي عمل ده الكاتب الكبير يعقوب الشروني في تجربة أجمل الحكايات الشعبية؟ هو طبعاً وقت ما كان بيكتب أجمل الحكايات الشعبية كان مهتم أنه الولادي عرفوا أنه أولاً المرأة لها دور أساسي. بابا كان متحيز جداً للمرأة. والعمل المرأة والتعليم المرأة كان متحيز. لأنه بيقولي المرأة اتظلمت في مواقف كتيرة في عالم الرجال. أنا دايماً بيحط المرأة في قصصه ليها دور إيجابي واضح. دي في واحدة منهم قصص اللي هي الأمير الجبان مراته عشان هو خايف. رحت هي لبست لبس الحرب ونزلت وانتصرت وبعدين اختفت وطلعته هو إعقاد الحرب. والناس ما عرفتش لكن هي في الخفاء وراء الأمير. الفكرة في أنه دايماً كان بابا بيحكي لنا حكاية يقول لنا إيه؟ أبا أحمد كان عايز يبيع البقرة بتاعته. فالرجل اللي هو هيشتري المواشي جاي بيقوله هنبيعها بكذا فهي عارفة إن جارتها بتاعتها كان باعتها بأكتر فتقف وراء الباب أبا أحمد الشاي فييجي فتقوله خدي الصينية وتقوله جارتنا باعت البقرة بتاعتها وأوحش مننا بكذا. اوحش بيحها أقل من كذا. ملكيش دعوة. الرجالة بس اللي تكلم في الموضوع ده يطلع برا علي الطلاق بالتلاتة ما هبيعها أقل من كذا. يعني هو في الصورة هو لكن اللي بيسير الموضوع كله الست. فدايما كان بابا يقولي المرأة هي قائدة هذا البيت دايما يعني. طيب الكون إن الأستاذ يعقوب الشاروني هو الشخصية لهذا العام للدورة الخمسة وخمسين اللي معرضه في الواقع ده على الأسرة كلها كان إيه استقبلته ده إزاي مستعدين له إزاي. هو الحقيقة اختار مجموعة من الكتب كانت أبطال بلدنا طبعا اللي هو أخذ بيها الجايزة من الرئيس جمال عبد الناصر. دي غبة الطبع وعمل أجمل الحكايات العربية مش الشعبية بقى الشعبية دي خلاص كانت في بولونيا. لكن أجمل الحكايات العربية كتابين برضو هيتطبعوا في الحقيقة المصرية العامة للكتاب. وفيه ظهور السعادة. الحقيقة إحنا لما اختار أنا كنت معاه في الاختيار وبعدين الأستاذ أحمد عبد النعيم ابتدى نفتح المجال أكتر للاختيارات يعني. لحد ما رسينا على ست كتب دول هما ستة يعني. والحقيقة بابا كان يعني بيختارهم وهو سعيد. أنا كان فيه ظاهرة سعادة وهو بيختارهم يعني. قلت له بابا طب والنشرين التانيين. الحقيقة أنا اتصلت بالنشرين التانيين. اكتشفت أنه كلهم هيتطبعوا كتب بابا. وهتنزل في المعرض. كل اللي عنده كتاب لبابا هيتطبعوا وينزلوا في المعرض. فدي طبعا كانت وقاها عليه حلو جدا. يعني أنا شاكرة لكل دور النشر اللي اهتمت بأنها تطبع كتب بابا تاني. دكتورة هلا إزاي نستفيد من سيرة يعقوب الشروني للأجيال اللي جاية. خصوصا أنه إقاع الطفل دلوقتي بقى مختلف. بقى محاصر بوسائل تكنولوجية كتيرة. بقى بعيد شوية عن فكرة الحدوتة والحكي والقصة. إزاي أدب يعقوب الشروني يستمر في التأثير رغم كل الوسائل الحديثة الجديدة. حضرتك قلت من شوية أنه بابا لي عشر مجلدات. ألف حكاية وحكاية. بقى ألف حكاية وحكاية. الحقيقة العشر مجلدات دول أنا أولادي أروا يعني أخلاهم يجيدوا القراءة. فبقوا مشطار في المدارس. الطفل لو أجاد القراءة لحد سنة ثالثة ببتدائي. المجلدات دي كل يوم يقروا حكاية واحدة. هي حكاية صفحة. يقروا حكاية واحدة مع الأب أو الأم أو الأتنين. خلاص تغلبنا على مهارة القراءة. يبقى مفيش مشاكل في التعليم. يعني ده اللي هيخلي بابا يبقى باقي مع الأطفال. وأعتقد أنه الحكايات بتاعته هتفضل باقية على مر الزمن يعني. كل الشكر والتخدير لحضرتك وكل المحبة والروح الراحل الكبير يعقوب الشاروني شخصية معرض طفل السنادي في معرض القراءة الدولي الكتاب. دكتورة هالة الشاروني نورتينا وشرفتينا وصباح الخير على حضرتك. صباح النور.